تشن قوات سوريا الديمقراطية هجوما عنيفا على الجيب الأخير لداعش في محافظة ديرزور المكتب العالمي لقوات سوريا الديمقراطية أفاد بأن القوات توغلت في آخر جيب لتنظيم داعش مشيرا إلى أن قتالا شارسا يجري حاليا عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية حكمة حبيب قد أكد لأخبار الآن أن القوات ستحرر المنطقة بشكل كامل خلال خمسة أيام إلى عشرة وكانت قوات سوريا الديمقراطية تنتظر إجلاء المدنيين بشكل كامل لاختحام آخر جيب لداعش وتعد قرية الباقوز آخرة بقعة يحتلها الداعش في منطقة وادي نهر الفرات التي أصبحت آخرة معقل الرئيسي لداعش في العراق وسوريا بعد سلسلة من الهزائم التي مني بها التنظيم في عام 2017